اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة وقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أولا نقولكم صباح الرحمة صباح الأجواء الجميلة صباح هذا الأسبوع اللي ينطلق ما شاء الله يعني بإيجابية عالية قمة حكومية من هنا والمطر من هنا وأيمن سرحيل في الإخراج وحمد المعيوف في التنسيق وأيضا معايا في الاستوديو الدكتورة ندلم الله صباحكم ورد ومبروك عليكم الرحمة والجو ما شاء الله في الصج هذا يوم أحد اللي يحبك الأحد هذا أحلى أحد مر علينا الله يسعدكم جميعا مستمعين أرقام التواصل معنا كم دكتورة؟ الاتصال 6-00-55-1-4-1-4 وعلى الرسالة النصية على 4-006 موجودين لايف على حساب نور دبي وحساب هيئة الصحة في دبي على الانستجرام اللي هو DHA underscore Dubai إذن اللي حاب يتابعنا على DHA underscore Dubai يسلمون عليك الدكتورة صباح الخير صباح الأجواء الجميلة وبرنامج جميل دايما متابعين نور دبي موفقين إن شاء الله وأيضا على حساب الهيئة ونالك المجال مفتوح لكم اليوم نحن عندنا موضوعين جميلين ما نطرحهم إن شاء الله بعد الفاصل بتعرفون على هذه الموضوعين ولكن قبل ذلك ننوه دكتورة بموضوع التأمين الصحي نذكركم بالموقع لخصصة هيئة الصحة في دبي لخدمات التأمين الصحي وهو www.isahd.ae ادخلوا على الموقع تشوفوا الباقات ومنهم المؤمنين ورد على كل استفساراتكم موجودة إن شاء الله في الموقع وصالحوا أوضاعكم اليوم لا تترين نهاية المدة لا هذا من الدوام طالبين تبغون الصدق مو من الشركة لقيتها عموما نذهب دكتورة يمكن في موضوع وهايد كان فيه عليه جدل بشكل كبير ولكن الآن هناك دراسة تؤكد أن هناك ضرر من تدخين السجائر الإلكترونية قال علماء أمريكيون أن السجائر الإلكترونية لا تقل خطورة عن العادية وفي بعض الأحوال قد تزيد خطورة عن العادية أيضا وحسب الدراسة التي أجراها علماء فإن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد خطيرة لجسم الإنسان فمع أن تلك المواد هذه السجائر الإلكترونية لا تحتوي على النكوتين الموجود في السجائر العادية إلا أنهم اكتشفوا في السجائر الإلكترونية نسبة مرتفعة من الفورمال فورمالدهايد والأسيتالدهايد أي هذيرا شو يسومون دكتورة؟ لهم مواد كيميائية ممكن مو بخطورة النكوتين ولكن لها سمية عالية لذلك لا يمكن وصف تدخينها بالآمن العلماء أجروا تحليل السواء التي تملى بها هذه السجائر وتوصلوا إلى استنتاج مفادة بالنساء المحتوي على النكوتين الذي تعبى به الأنبوبة والخرطوشة مات السجارة قد يلحق ضرراً بالصحة الإنسان وحتى في حال غياب النكوتين في السائل فإنه لا يزال يلحق ضرراً بالصحة لوجود مكونات أخرى قد تسمم الجسم ولفت العلماء النظر إلى أن تأثير السجارة الإلكترونية على الأطفال أكثر ضرراً منه على الكبار ولاحظ العلماء أن الأطفال غالباً ما يتهمون بتدخين السجارة الإلكترونية لجمانئها ورائحتها الطيبة ناتجة عن وجود النكهات فيها طبعاً ريحة طيبة ولا شيء خلافاً لسجارة العادية التي يمكن أن تنفرهم لرائحتها الكريهة الأمر الذي يدفعهم إلى محاولة تدخين سجارة الإلكترونية مما قد يؤدي إلى تسممهم بالمواد الضارة المختلفة التي تحتويها تلك السجارة حتى الدكتورة يعني مو بعشان ريحة تهلوا عشان ما يشمون الريحة فيهم أو ليال أمور لا لا ما تسوي نفس الرائحة نفس السجارة طبعاً تدخين أطفال هذا ما تقول off the table يعني ما في شيء اسمه طفل أصلاً يدخن بس احنا بس هاي توعية للأهل الطفل يقول لك والله هاي بابا السجارة هاي ما فيها نيكوتين بلس فيها مواد أخرى وترى في ناس في دراسات قديمة قريتها إن حتى يدخن السجارة الإلكترونية لغرض بس إنه إنه مش سجارة حقيقية ممكن يشجع على تدخين السجارة الأصلية لأنه يبقى نفس الإحساس اللي هو إحساس المسكة وإنه الدخان وشي فهاي دراسة أتأكد لكم إن حتى السجارة الإلكترونية لها مخاطر كيميائية على الجسم غير مخاطر أنه تعرض أنك تزيد قابلتك ممكن تدخن السجارة العادية طيب عموما نذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 وعن طريق الرسالة النصية على 4006 التواصل معنا كذلك على حسابات هيئة الصحة بي دبي حساب الإنسجرام DHA underscore دبي أو حساب إذا عدتكم المميزة دائما إذا عدت نور دبي خلت تعرض لنا الأخت الفاضلة ما عرفت شو تقصد في غير أنها مضرة قابل للانفجار دكتور يتكلمون عن سجارة إلكترونية ممكن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حياكم الله سبحان الله طبعا إزاكم الله خير في واحد ما شاء الله يبعث لنا أدعية شكرا وايت موكا دكتورا أو لاتي لاتي كيفية لاتي تشرب زين أيضا في الوايت موكا ترعالي في السعرات الحرارية لأن في بقدرة الكاكاو يعني لاتي زين اللي تشربت له هذا أنت تحتاج لاتي قهوة وحليب ممكن تأخذ حليب قليل الدسم ولكن الوايت موكا فيه نسبة في ناس يأخذون لاحظ ناس يأخذون ويت موكا سكيمد ملك ترى الموكا الفكرة من الكوف الشوكولتي نحط داخل هو اللي في سعرات الحرارية مش من الحليب منزي شرب عليك كيفكم معيكم الدكتورا شكرا شكرا أنا سويت قلت لي شسمة قلت لي نفس الدكتورا نادا أنت قاعد تشرب نفسي اليوم أي مو أحلالاتي أنا ما عارش شو اللي ياسي شربتها بغي نصدي بس عموم أن على طاري القهوة دكتورا كم يعني عدد فناجين القهوة اللي لازم نحن نشربها يوميا لأن في ناس يشربون وايد أنا أعترف أنا أشرب وايد هو تشوف في ناس تقول إذن ليش حتى القهوة قاعد تسوون عليها لمت أنا بشرب مثلا قهوة من غير حليب ما في سعرات حرارية من غير سكر الفكرة أن الكافيين موجود في القهوة ممكن يأثر على عمل القلب لأن في مادة منشطة فإذا وممكن للناس ترى ممكن في شخص يشرب لين أربع أو خمس أكواب في اليوم وعادي عنده وفي ناس ممكن من كوبين ييهم هالخفقان يحس أن القلب يدق بسرعة فيقتلب من جسم إلى آخر بس كل شيء نحن ندام نقول أي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده فالأفضل عدم الاكثار لأن الكافيين يسوي تنبيه للجهاز العصبي مع تراكمات الأيام مع الشهور مع السنين ممكن يأثر في الجهاز العصبي وفي عمل القلب فلا تكثرون منه يعني ممكن يستخدمون الحليب دائما دكتورة مع القهوة على أساس يخففون شوي منها ممكن بس المشكلة أن الحليب مع القهوة القهوة تمنع امتصاص الكالسيوم من الحليب فالناس تقولك أنا ما حب طعم القهوة ما حب طعم الحليب فأضيف لقهوة عشان أروم أشرب الحليب السميد منه ولكن القهوة مع الحليب ما يكستوي امتصاص جيد الفيتامين دال والكالسيوم فتفقدون الفايدة الصحية مالة الحليب طيب في دراسة علمية حديثة تؤكد أن اللبن لو دور مهم في خفض ضغط الدم المرتفع حيث أوضح أحد الباحثين أن الألبان ومشتقاتها تأتي في مقدمة الأغذية التي لها دور مهم في المحافظة على صحة الإنسان والوقاية من العديد من الأمراض مثل أمراض القلب السمنة ضغط الدم المرتفع هذا كل ما يوفره اللبن دكتور من عناصر الكالسيوم والمقنيسيوم والبوتاسيوم بنسب متفاوتة ومتوازنة حقيقة وأضاحت الأبحاث أن الألبان قادرة على مقاومة شاشة العظام خاصة في المرحلة المتقدمة من العمر صباح الخير عليكم صباح الأجوال الجميل وبرنامج جميل دائما محمود بقولك في مقولة أبو ربيتي يا الله يرحمك كان دائما يقول لنا إياها عن اللبن والحليب كان يقول كل الأكل مقولات الأوليين أكيد الكبار في سنة عارفونا يقول كل الأكل لما يطوف على القلب يسلم على القلب إلا الحليب لما يطوف على القلب القلب يسلم عليه يعني فكرة الأولية عن أهمية منتجات الحليب أنه درجة مجازا طبعا أن القلب يسلم على الحليب لأنه جدا مفيد الجسم. فإحنا شعب شوية منتجات الحليب ترى ما نستهلكها وايد. يعني ما نتناول الأجبان وايد. الأجبان طبعا لا أقصد فيها الأجبان في الغراج هذي الصفرة وهذه غير صحية أبدا. الاسبرسو والقهوة التركية أخوة تأثير على القلب دكتورو؟ نفس الشيء تقريبا ترى. فيهم نسبة كافيين عالية. والله ليأثر على القلب أكثر شيء الحريم. يأثرون إيجابيا طبعا. إيجابيا. إيجابيا. عالحة شو نقول عنها الريايب؟ ما بنقول إيجابيا معا. بنقول يوم إيجابيا. اليوم يوم إيجابيا بصراحة. عموما نحن ما نطلع فاصل مستمعين بعد الفاصل ما أرجع لكم بموضوع جميل جدا. هذا الموضوع اللي نحن أتطرق له خاص بالمساعدات الإنسانية التي تتواصل بكثافة في عام الخير. سأفاصل وراجعين. أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام. وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام. وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا أرقام التواصل معنا مستمعين الكرام 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق رسالة نصية على 4-0-6. نحن متواجدين معاهم بعد كذلك دكتورة ندى. على وين؟ على الحساب بالهيئة الصحة في دبي في الانستجرام وDHA underscore Dubai وعلى أكاونت نور دبي إن شاء الله في الانستجرام أيضا. طيب في وايد أسئلة يتنع على الحساب إن شاء الله ما نحاول رد عليها إذا ما ردينا عليها أثناء الحلقة الآن من خلال موضوعنا الرئيسي ما نرجع لها خلال الفاصل المستمعين أو اللي يشوفونا عبر حسابات التواصل سواء على الحساب نور دبي أو على حساب هيئة الصحة. حطوا أسئلتكم بعد الفاصل إن شاء الله ما نرجع لها. لكن الآن نتوجه إلى موضوع جميل جدا. الموضوع اللي نقول عنه أن دائما ما يبقى العامل الإنساني والمجتمعي هو مضمون الرسالة النبيلة التي تحملها هيئة الصحة في دبي. وهذا الشيء حققتها هيئة الصحة يعني أكد على الإسهامات الكبيرة في تحقيق التكافل الاجتماعي وسعادة المجتمع. وذلك من خلال رفع المعاناة عن المرضى وإسعادهم وتنفيذ برامج تخصصية والإشراف عليها وإطلاق يعني مشاريع مشتركة لخدمة المجتمع. كل هذه من خلال تقديم حزمة كبيرة من الخدمات الإنسانية والخيرية من خلال تعاون مع مؤسسات خيرية في الدولة. والتي تتواصل مع هيئة الصحة في دبي من خلال عام الخير في هذه السنة بشكل مكثف. نحن أتعرف على هذه المبادرات مع الأستاذ سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة في دبي. صباحك الله بالخير أستاذ سالم. خير يا مرحبا أخوتي. شكرا لكم. خير الله يسلمك. شكرا لكم. طبعا هذا عام الخير وهذا هو العام الذهبي لكل مبادرات الخير. ما مكانت صغيرة أو كبيرة. فشو مبادراتكم في هذا العام المبادرات المميزة رح تبدأون فيها عام 2017 عام الخير. وقبل أن نتكلم عن عام الخير طبعا أنا أشكركم أنكم عطيتونا فرصة ثانية أن نتكلم عن مبادرات عام الخير. وعن مبادرات الهيئة بشكل عام في خدمة المجتمع والخدمات الإنسانية التي تقدمها الهيئة يعني كجانب إنساني للمرضى والحالات المعسرة. أظنني إحنا يعني كان خطتنا الزمنية للمساعدة المرضى أو البرامج لدعم المرضى يعني بدناها من بداية السنة يعني. فمن ضمن البرامج لأول نحن المبادرات لهذه يعني اللي هي الخطة التنفيذية لمكتب الخدمات الإنسانية يعني وضعنا بعض البرامج والمبادرات يعني بدأت تنفيذها واللي بيتم تنفيذها وتتماشى تقريبا مع توجهات عام الخير إن شاء الله يعني. إن شاء الله تعالى. طيب أستاذ سالم اليوم يعني نحن نتحدث عن الكثير من المشاريع اللي أنتو طرحتوها. نبغي في البداية نتكلم عن البرامج اللي موجودة عندكم شكل عام. وطبعا نحن العام يعني رفعنا تغرير عن المبادراتنا أو عن تغرير عن 2016 بالنسبة لمكتب الخدمات الإنسانية والبرامج اللي تم تفعيلها خلال العام الماضي يعني. يعني خلال العام الماضي احنا أطلقنا برامج دوائية يديدة لدعم المرضى المعسرين وخاصة البرامج اللي هي تعتبر مزمنة وغالية يعني مثل أمراض السرطانات يعني بشكل عام وأمراض يعني الكبد الوبائي الاعتلال الشبكية. وطبعا هاي كلها نفذت عن طريق مؤسسات وجمعيات وبرامج يعني خيرية موجودة يعني في المجتمعي. جميل جميل. كم عد اجمال المرضى المعسرين انتوا ساعدتوهم خلال هالعام؟ والسنة احنا تغريبا عدينا الالفين مريض. جميل. يعني في كل المجالات تغريبا يعني فيه. جميل جميل. الفين مريض ما شاء الله؟ هي الحمد لله. بعدنا اول شهرين اول شهر ونص من الالفين. هاي طبعا تغرير الفين وستة عشر. المبالغ اللي صرفتوها عليهم كم تغريبا يعني؟ هو فيه مبالغ مباشرة يعني احنا لو نوزعها فيه مبالغ اي او برامج دوائية. وهذه هي بالشراكة مع الشركات الادوية والمسؤولية المجتمعية اللي عندهم. فهذه احنا عدينا الحمد لله عن التارغت مالنا كان يعني العام الماضي كان ستين مليون كقيمة البرامج الدوائية. وكان التارغت مالنا السنة انه نوصله والهدف نوصل للامية. جميل. والحمد لله احنا يعني كمجموع وصلنا فوق الامية وسبعة مليون تغريبا كبرامج يعني لها قيمة دوائية يعني دعمة مرضى الهيئة وخارج الهيئة بعد. ممتاز ممتاز. فيه رسالة تقول صباح الخير لماذا لا يكون هناك مبادرة وصفة علاجية مجانية تسمى وصفة خيرية. محتاجة توضيح اكثر بس عبتني ان الوصفة الخيرية يمكن تكون شغلة ذلك مبادرة. ممكن بس الحيثيات. لا هي الوصفة الخيرية يعني احنا عنا يعني وصفة خيرية ما تكون بس انا اذا الطبيب يعني وصف لمريض ادوية معينة اه فالوصفة الخيرية موجودة لان مكتب الخدمات الانسانية يقدم خدمات من يعني الفحص الطبي لين يعني العلاج يعني كله اصفات خيرية يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اه سالم انا بسأل عن عن موضوع الواحد كيف ممكن يستفيد من خدماتكم كيف طريقة التواصل معاكم اه او انتو اه اذكر في اخر موقع اللي قلت لي نحن قبل كنا نترى المريضين لا الان نحن قمنا نروح للمريض كذلك ونحاول على اساس ان نحن نساعده. فابغي اعرف طرق التواصل معاكم كيف ممكن تكون. احنا هاي من ضمن البرامج اللي بديناها يعني من خطتنا ان اول السنة بدينا اللي هي زيارة المريض معرفة يعني او دراسة حالته قبل اللي نوصل له. وانوصل لليل مكتب الغرف السرير ماله قبل اللي يطلعوا نقول له حسابك مدفوع او يعني فاتورتك هذه. جميل. فهاي شفنا لها نتائج ايجابية كبيرة يعني. وان شاء الله الاسبوع هذا. احنا عنا رحلة لحتة. مه. فبتكون تنفيذا يعني المرحلة الثانية لنفس المبادرة هذي يعني. جميل جميل. جميل. في اه اه حديث الابراهيم يقول اه بمعنى تدفع للمريض المحتاج قيمة العلاج. هين غطي لكل تكلفة العلاجية ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا رب. عموما اه اه هو يطلع على موضوع الوصفة الخيرية يعني. هم. فهذه اه هذي اوردي شغلا طبقينا هما في اه مكتب الخدمات الانسانية. طيب. ايش? اتفضل. اه شو شروط عشان واحد يستفيد من هذه المساعدات. طبعا نجب يكون لها شروط وقوانين عشان تكون العملية منظمة. هو طبعا محتاج. يعني حالة المعصرة. طبعا بعد ما ندرس الحالة يعني يكون فيه اوراق يعني رسمية اللي هي للجمعيات الخيرية. او حتى المؤسسات اللي تطلبها اللي هو اللي قامة. البطاقة الصحية. الوصف اللي هو عدم قدرته على الدفع. فنحن هاي نجمعها كلها في يعني في اجتمارة معينة. ونحدد شو نوع الخدمة اللي نقدم لياها ان شاء الله. جميل. جميل. طبعا فيه رسائل من البرازيل ورسائل ما ادري بلغات ثانية ما اقدر اقراها الصراحة وايض صعب. اه سلام عام الخير تتسابق في مؤسسات والهيئات والشركات والدوائر الحكومية والخاصة في تقديم يعني العديد من المبادرات في هذا المجال. انا بغي اعرف عام الخير في هيئة الصحة شو مسوين؟ اه عام الخير اظن انتو اللي عندكم الكثير من المبادرات في هذا المجال? طبعا الهيئة بادرت بتشكيل فريق عمل تقريبا اه المبادرات تقريبا جاهزة يعني لرفع للمجلس تنفيذي بس ما أظن أنتو شو عاليتو كمكتل هو نحن العام الخيرية داعم لمبادراتنا نحن كمكتب خدمات إنسانية في هيئة الصحة يعني فتقريبا معظم المبادرات ليتنا من الإدارات هذه تقريبا نحن ننفذها بس الحين يعني بيكون في مشاركة من الهيئة أكثر من السابق يعني يمكن نحن كنا كاجتهاد منه وكمشاركات يعني في الهيئة بس الحين أظني المبادرات هذه بتصب تحت قالب أو حتى قالب عام الخير يعني بتوزع بطريقة يعني عنا كل المجالات اللي نشتغل فيها جميل دكتور أريد العلاج المستشفى كامل أحساب أهني أنا أبغي أتطرق لمسألة مهمة أخي سالم أن نحن نتحدث عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص اللي راح تقدمونه المعسر هذا شو هي الشروط التي يجب أن تتوافر هو نطلب الأوراق الرئيسية يعني اللي هي مثلا التقرير الطبي ليفيد العلاج وتكلفته نطلب منه يعني الوصف يعني أو دراسة الحالة الاجتماعية والمالية وهذه استمارات موجودة عندنا في الهيئة جميل نطلب منه وضعها الرسمية موجودة في البلاد كإقامة والهوية والأشياء هذي يعني هاي احنا نحاول نكون شوية يعني أقل الأوراق المطلوبة الرسمية أساساً أن نقدر ناخذ قرار في وقت تمام نحول المريض يعني للجنة أو لهذه جميل من شركاءكم في مثل في هالعمل كله احنا طبعاً ندعمين عندنا يعني شركاءنا الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من أقوى الدعمين خلال السنوات الماضية والجمعيات الخيرية بشكل عام من دار البر بيت الخير جميل وأغلب الجمعيات اللي في الدولة يعني في تواصل وياهم وفي دعم يعني باستمرار يعني لهم يعني غير المتبرعين أو التجار أو الجهات يعني المؤسسات الحكومية مثل الأوقاف شؤون القصار وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى يعني سسالم كلمة خير تبغي توجهها أنا في البداية يعني في النهاية أشكركم أنتوا لأنكم أنا اتفاجأت بالمقابلة يعني سريعة وما مذاكر يعني شكراً بس أنا كنت رافع التغرير هذا عساس اعتمادة كأرقام يعني لمبادراتنا يعني بس نتمنى إن شاء الله نحن نكون وصلنا للفكرة اللي طلبتونا عشانها يعني وإن شاء الله نكون تعاون الجمهور ويا أنا والمتبرعين وهذا ونحن في أتم الساعة جميل هل ممكن استشفى بلا ثمن بمناسبة عام الخير أتمنى قبول الطلاب الوافدين للألاج في الصحة المدرسية أجزاكم الله خير أقترح وطبعاً الصحة المدرسية لها أنظمة معينة يعني لا والسؤال الأول هل يمكن استشفى بلا ثمن طبعاً إذا ينطبق عليها الشروط شروط ممكن إذن كل الشكر السلام باللاحج ومدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحبة دبي شكراً جزيلاً لك مستمعين فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله من التطرق لموضوع جميل جداً موضوع خاص بالأدوية والصيدلة فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً سنستضيف معنا الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة فلا تروحوا مع بعيد فاصلوا وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحبة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائماً إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا الدكتورة كم؟ ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة والرسائل على أربعة صفر صفر ستة ودخلوا على أكاونت هيئة الصحبة في دبي في الإنستجرام دي اتش اي أندرسكور دبي وأكاونت نور دبي عشان يسوي تواصل مباشر بيننا وبينكم إذن قبل الفاصل بعدناكم إنما نستطيف معنا الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدة لفي هيئة الصحبة دبي صباحك الله بالخير دكتور صباحك خير مبروك عليك الجو الجميل بره مرشاك الله شدي وهذا صلى اليوم مرشاك الله طيب بقيتم رحمة إن شاء الله دكتور نحن نطلب منك شوي تقرب على المايك أكثر عشان ماك بشكل أوضح دشنات هيئة الصحبة دبي مستمعين الكرام قبل شهر أول روبورت من نوعه في الشرق الأوسط لصرف الدواء من دون تدخل بشري في مستشفى راشد هذا روبورت يعمل بقدرات هائلة وتقنية فائقة لصرف 12 وصفة طبية في أقل من دقيقة وحدة يعني تخيلوا الحجم هذا وطبعا يتحمل تخزين أكثر من 35 ألف علبة دواء من خلال بار كود خاص لكل صنف دواء ويبدأ بصرف الأدوية بضغطة زر من دون احتمالات للخطأ شو راجي دكتورة هذا اختراع جميل يعني هذا مثل ما أقول دائما ثورة في عالم الصيدلة وتحسين خدمة المتعاملين يعني من ناحيتين طيب نحن ما أتعرف على هذا الروبورت بشكل أفضل من خلال دكتور علي السيد يلي تعطينا نبذة عن الصيدلية الذكية اللي يقوم بشؤونه هذا الروبورت جزاكم الله خير طبعا الأخ محمود والأخ الدكتورة طبعا أولا نحن هيئة الصحة نعتمدة أو تتبنى خدمات ذكية في الخدمات الصيدلانية الجزء الأولان اللي بدأنا فيه حاليا هو جزء اللي هي الصيدلية الخارجية الصيدلية الخارجية ليه المرضى الخارجيين وهو استخدام الروبوتات الذكية الروبوت الذكي وهو ما طبعا يهدف إلى خدمة المتعاملين الروبوت هذا طبعا مثل ما تفضلتك محمود 12 وصفة بالإضافة إلى وصفة لكبار الشخصيات فهي 13 وصفة تصرف في نفس الوقت الثاني شيء أنه طبعا الوقت اللي هو عبارة عن أقل من دقيقة وحدة بزروح من الطبيب توصل الوصفة إلى الصيدلي يتأكد من صحة الوصفة ما فيها أي تفاعلات تدخل على الجهاز الجهاز يوصل الوصفة إثناشة وصفة في أقل من دقيقة الجهاز سريع وذكي بحيث أنه يصنف الأدوية دقة الصرف مئة في المئة لأنه يمشي على باركود معناته فيها ما فيها أي خطأ الشيء الثاني أننا اليوم بعد دخلنا في مجال أنه أنا أعرف متى ينتهي الصلاحية إذا كان صار سحب لمنتج معين أعرف مين أن تستأخذ الدواء المعين معناته فيها عندي فولو أب متابعة للصفة الأدوية للدواء نفسي وإذا كان في أي شيء فيه خلل في الدواء أنا أعرف مين استخدمها وممكن أوصل الطريق للمستخدم فهذا الشيء واحد الحين نحن حاليا نتكلم عن خدمة ذكية سمارة يعني للأملاء الخارجيين حاليا تتبنى الحيئة إن شاء الله في شهر ثلاثة إن شاء الله نهايته بتم إدخال خدمة ذكية للمتعاملين الداخليين للمنومين في المستشفيات يعني نعم أيوة وبكون مستشفى راشد أول مستشفى في المنطقة في مائة في المائة سمارة فرامسية يعني خدمات أو سمارة فرامسكس يعني خدمات صيدرانية ذكية مائة في المائة للكل فيه رقم واحد للأدوية المخدرة أو الأدوية الكنترول التي هي مسيطرة عليها اثنين للأدوية العادية لأدوية التخدير في غرف العمليات في الأقسام زين بحيث أنه يعني يخدم المتعاملين الداخليين سواء من أطباء أو ممرضين أو مرضى نفسهم فبيكون منظومة كاملة خدمات ذكية إن شاء الله يعني المنظومة هذه طبعا يتبنى تتبنى الهيئة وبعدين بسيو كوبي يعني نفس الخدمات هذه لمستشفى دبي وثم مستشفى لطيفة ومستشفى حتى وإن شاء الله لأدوية التخارجية جميل دكتور سامحوني أنا بس بأخذ هذه المداخلة وأيضا برجع لأسئلتكم اللي يتني على على الحساباتنا اللي سأتمنى أن يظل معنا برجع للأسئلة ما رح أنساها كلها بس نأخذ هذه المداخلة من المستمع راشد فضل يا راشد السلام عليكم دكتور السلام عليكم السلام الله يسلم كما عندي مثل يعني بدلوا المشيكوا يعني مثل مثل بعد خروجنا من المستشفى الطبيب بيروح كاتب لنا وصفة في نوع من أدوية بني الصلية داخل المستشفى مثل فيتنصر فينا الأدوية ولدوية سمينة ما لا سواء يشتروها من الصلية برا ليش قال خلاص أي مستشفى هذا يا راشد والله مرت علينا مستشفى حتى مرة صرت الصلية قال لها غالية يقول والله الموظفين يشلوها الشيء ما يصير هذا كلام من اللي قال لك الكلام هذا سيشتري من السوق الصيدلاني وفي تأمينها حق الأطفال هذا غالي بعد مثل الأولاد راشد بخلي بخلي الشق الفني أو الطبي للدكتور رح يرد عليك فيه إذاك الله خير عموما شكرا لك دكتور بس أنا عشان المستمعين أو اللي يتابعون عبر حساباتنا في الهيئة ما سمعوا المكالمة راشد كان يتكلم أن هناك فيه أدوية موجودة أدوية لا تصرف الغالية ما يصرفونها الدكاتر اللي في المستشوى يصرفونها يقولوك خذ الدوة من برع اشتري من برع ليش يا هيئة الصحة سونا هذا الكلام هل هذا الكلام دقيق دكتور ولا تفضل أول صنف طبعا شكرا لك راشد إحنا في هيئة الصحة عدنا قائمة أدوية اللي هي 1500 صنف هذا طبعا يخدم جميع الأشياء الآن الطبيب مثلا ممكن كتب دوة إذا كان الدوة موجود في الهيئة فهو ممواجب الصيدلي والني صفلي لكن إذا كان الدوة غير متواجد غير متواجد بضبط كلها نهاية هل هي مثلا الدوة هل في طبيب ممكن يصرف أدوية مم موجودة في الهيئة ممكن محمود نكتب اسمحي دكتور علي مرات نكتب دوة لمريض مم موجود في الهيئة لأن مثلا جربنا من قبل من عينات الأدوية اللي توصلنا وارتحنا معها بس بالعادة من المواجب المهنة على الطبيب لما أنا أوصف دوة مش موجود لازم أقول للمريض ترى هذا الدوة غير موجود في الهيئة ولكن كل دوة برع لا بديل في الهيئة فكام ممكن نرجع للطبيب دكتور ولا هل دوة غير موجود في الهيئة عطني بديل أنا أتصور الأدوية كتركيبات موجودة دكتور صحيح ولكن هناك في براند معين الطبيب يبغي المريض يستخدم هذا البراند صحيح طبعا أنت عندك يمكن أكثر من أشتعلاف صنف ما مستحيل أنه مثلا الهيئة تتلق لكن احنا عندنا كل البدائل العلمية والطبية طبعا مثل ما تفضل الدكتور إذا كان فيه دوة مثلا ما متواجد هو نفسه بس في البديل إليه فإحنا عندنا أنظمة معينة إذا كان المريض يحتاج إلى البديل طبعا موجود في الهيئة أو نفس الأساسي هو البديل الذي في السوق الأساسي احنا عندنا وأفضل أنواع عندنا الأساسي إذا كان ما متواجد هذا فالطبيب يقول لنا المريض مثلا والله إحنا ما موجود عندنا هذا وإنت تحتاج هذا فهذا شيء ثاني يعني بس إحنا مو معناته أنه كل الأدوية التي هي أساسية موجودة في حال دكتور المريض ما حصل أو الصيدري قال له الدوة هذا مو موجود شو يسوي العمين الطبيب طبعا المفروض كان فاهمنا الطبيب يرجع الطبيب يغير الطبيب جميل أو الصيدري هو بنفسه يتواصل مع الطبيب وفي أدوية نطلبها مشفاة أخرى بعد محمود لو أوتو أنا بأخذ بس الحين جولة سريعة على المسجات اللي أيتنا دكتور سامحوني يسعد صباحكم ويعطيكم العافية كيف نتخلص من الأدوية الزايدة عن الحاجة هذا موضوع ما أتكلم فيه زين دكتور عن المبادرة نفسها أنا دائما أحب أتكلم في هذه المبادرة لأنه وحدة من المبادرات الجميلة اللي خرجوا بها إدارة الصيدلة بالنسبة لسؤال المتابع لا يوجد هناك خطورة للأوميغا 3 إذا كانت ضمن الجرعة المحددة من الطبيب 3 جرام يوميا تعتبر جرعة آمنة لماذا لا تلزم الصيدليات أن يكون هناك موظف عربي دكتور طبعا نتكلم عن الحملة أو نتكلم عن أو شيء خالنا نرد على هذه لأن الحملة محتاجة طبعا هذا إلزام الصيدليات بعدم وجود طبعا هي صيدات بيزنس زين فإذا كان العميل أو صاحب الصيدلي أو مالك يشوف أنه محتاج أنه واحد والله يكون عربي فهو متواجد لكن على الفقر فيه امتحان لغة عربية في الوزارة تمتحنهم قبل تأتيهم الترخيص الترخيص الصيدلي فطبعا العميل يجب أو الصيدلي يجب أن يكون على الأقل يفهم أساسيات اللغة العربية لترآمل مع هذه الحين الصيدليات لا نستطيع أن نجبرها أنه لازم يكون الصيدلي عربي لأن أنت عندك كثافة مختلفة من المتعاملين فإحنا في صيدليات فيهم صياد العرب بالنسبة هيئة الصحة أن الوصفة تطلع باللغتين العربية والإنجليزية مطبوعة نتكلم عن هيئة الصحة هيئة الصحة فيها العربي وفيها الأجنبي وأيضا في مكان خاص للسيدات ومكان خاص للرجال صحيح وممكن نرجع المريض للطبيب رجعوا للطبيب خلوا يشرح لكم لو ما لقيتم مثلا خلال شفت الليل بالعادة يكون صيدلاني واحد ممكن يكون غير عربي بس يعرفوا مبادئ أساسيات اللغة العربية رجعوا للدكتور لو الدكتور عربي يشرح لكم استفيدوا من الطبيب طبيب العائلة موجود جميل الرائدة مرحبا أنا من كازاخستان أنا لا أعرف العربية ستطيع تواصل معك باستخدام الترجمة جوجل أما من صباح الخير لتش من دبي وإن شاء الله نرجع للمبادرة الحملة المبادرة هذه طبعا من سنة 2013 هي حملة الدواء سلامه وعطاء نحن نتعامل وطبعا عملنا حملات مختلفة في الهيئة وخارج الهيئة نشجع الجمهور والمتعاملين والناس والسكام في الدولة أن يبن أدويتهم للهيئة والهيئة تأخذ الأدوية وإذا كان الدواء منتهي صراحية أو غير صالح للاستخدام حتى لو ما منتهي صراحيتها تم عزلة تلافع بشكل سليم وصحيح وإذا كان الدواء سليم وقابل الاستخدام وممكن استخدامه طبعا بعد مقابلة نفس الشخص الذي هو سلم الأدوية من قبل الصيدة فإذا كان قابل الاستخدام إذن نحن ناخذ الدواء ونسلمه للهيئات أو الجمعيات الخيرية وهي تتسلمه للمحتاجين فعشان سمية السلامة تحافظ على البيئة أو تحافظ على المجتمع وتحافظ على الأدوية المنتهية الصراحية أو هذا لأنه ممكن وجودها في البيت تؤذي الأطفال وتؤذي الأشخاص باستخدام خاطئ أو وجودها في طبعا إطلافها بشكل خاطئ يؤذي البيئة أما إذا كان في وهو عطاء لأنه إذا أدوية صالحة لإستخدام ممكن نعطاها للناس المحتاجين تبرع بها وأيضا دكتور كانت هناك مبالغ كبيرة من تبرع بها للهلال الأحمر من خلال هيئة الصحة في دبي يعني فيه هناك الإلال الأحمر هو شريك من الشركاء الاستراتيجي في هذا الموضوع ونبالغ بالملايين بالملايين تباعدنا هيئة أدة مرات بالملايين جميل لصالح المحتاجين سواء كانوا في سوريا في اليمن في غيرها من البلادين يعني يتمنى إن شاء الله أن يكونوا كلهم في سلام ووئام هذا اللي نتمنى دائما أن يسود العالم طيب دكتور وين ممكن نرسل الأدوية الصالحة للاستخدام ممكن الإعادة كل صيدليات الهيئة تستقبل الأدوية الصالحة للاستخدام وغير صالحة للاستخدام سواء كان صالحة وزايدة وفائضة زايدة عن الحاجة يتم رجاحها للصيدلية لأنه ممكن الطبيب بتلاي يكون والله شاف أنه دواء هذا ما محتاج أو إذا كان مثلا والله يمنتهي الصلاحية إذن هاي كلها يرجحها إلى الصيدلية في أي مكان تابع الهيئة أي صيدلية تابع على الصحة الأولية أو مستشفى تابع الهيئة كلها يستلمونها إذن هيئة الصحة في دبي تستقبل كل الأدوية اللي عندكم موجودة سواء اللي انتهت صلاحيتها ولا اللي أيضا صلاحيتها ما تزال موجودة وفي أي وقت وفي أي وقت أي وقت ممكن تروحون حتى مراكزنا الصحية الأولية عند الصيدلية يعطوه هذا هذا الشيس ما الأدوية وإن شاء الله يا رب يعني تساهمون في هذا العطاء أيضا في سؤال يقول السلام عليكم هل للهيئة أي دور في قمة الحكومات الحالية طبعا لها دور كبير في الحفاظ على الأمن الصحي الخاص بهذه القمة وأيضا توفير الخدمات الطبية من خلال هذه الدورة طيب تماشي مع توجهات صاحب السمو رئيس الدولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزارة حاكم دبي حفظهم الله ورعاهم بتسخيل كافة الجهود في عام الخير وحرصهم على راحة المواطنين بشكل عام وكبار السن على وجهة اقترح بتخصيص وجبة ريوق للمرضى الذين يتم أخذ عينات فحص لهم وهم صيام لمدة تزيد عن ثمانة ساعات بمراكز هيئة الصحة بدبي مراكز هيئة الصحة كلها فيها شو سمونا كيفتريات صغيرة لتقديم ولكن اذا بنقدم لكل مريض احنا نستقبل بعشرات والألوف مرضى بس احنا ما عندنا المانع عن ضيفكم اطفالكم طيب اللي يمر عند دكتورة ندا هي بتعزمة اليوم الكوفي على حسابي كان اهي اليوم كوفي حسابي شكرا طيب دكتور نرجع للصيدلية الذكية في شيء نسينا نقوله عن الصيدلية الذكية او حاب تضيفه طبعا يعني احنا الخطة اللي نماشيين فيها ان شاء الله الصيدلية الذكية هي اهم شيء انه اسعاد المرضى طبعا الداخليين او خارجيين السعاد العميل هو العميل الخارجي وسعاد العميل الداخلي لانه عندك انت الطبيب والممرض والصيدلية صحيح وافهال الطاقم الطبي اللي هم مثلا في المختبرات او في في التخدير او في الفنيين الاخر فهذه كلهم طبعا اسعادهم انت بعمل بتسهيل العملية عملية الصرف وعمل الخدمة الصيدلانية طبعا تنمي من قدرات الاشخاص هذه وطاقاتهم فهذه كلها تؤدي الى طبعا اسعادهم طبعا يعني فهذه كلها تؤثر على المرضى نفسهم جميل اكيد بشكل ايجابي يتم خدمة المريض بشكل افضل اكيد بالاضافة هي من غير مباشر والغير المباشر هو طبعا ان الصيدلية الدكية هي بتقلل من الوقت الانتظار سواء للمرضى الداخلين او الخارجين اليوم المريض في القسم محتاج دور معين لازم يوصل لها الدور كيف يوصل لها بحيث ان من يكتب الطبيب الوصفة توصل الوصفة خلال اقل من خمس دقائق كيف الدور يكون عند المريض في اقل من خمس دقائق اقل الصيدلية احنا امنا عبارة عن ستلايتس مراكز في المستشفى وفيها خدمة خدمة صيدلية موجودة خدمة صيدلية موجودة في كل قسم يخدم المرضى يخدم المرضين الطباء الطبيب من يكتب الوصفة يحاصلها في خلال دقائق اقل من اقل من خمس دقائق هذه خدمة تنتهي فيه صحة المريض الاجه افضل اسعادة افضل وما ينتظر وائد ما في كيو وائد يكون على طيب دكتور يعني شكرا على المعلومات القيمة يقولولك وفي احد يقول انا عندي مشكلة اتمنى يعني يكتبها لنا اذا عندنا وقت ما نرد عليه لكن دكتور الان اخر خدمة من الخدمات المميزة عندكم انتم بعد في خدمة نسيت اسمها بس هذا توصلون الادوية للناس خدمة زاجل زاجل ايه خدمة زاجل هاي توصيل الادوية للمرضى في بيوتهم طبعا احنا قدنا تسهيل الحصول على الدواء التسهيل الاولاني انه مثلا اليوم لو كتبت وصفة في اي مستشفى ممكن ياخذ من مستشفى لو واحد من حتى ويوم مستشفى دبي وشاف الطبيب وقال انا خلاص تعبت وبسير حتى خلاص بألحق نفسي وبأخذ الدواء من مستشفى حتى فممكن عدنا نظام الالكتروني فيوصل للمستشفى حتى وياخد وصفته من هناك دواء ما في داعي سيئ مثلا مستشفى وممكن في اي وقت الصبح اللي عاصر بالليل هذا واحد هذه الخدمة الخدمة الثانية تسهيل تسهيل الخدمة الثانية تسويناها انه والله هو مثلا يعني يوغي ياخذ ادويته ومثلا والله ما بغي به اي مستشفى طبعا شو هالي البيت او المكتب هيخذ مزاجة فهو بس يتواصل بالتلفون او بالله هذا على طول توصل لليبيوته في خلال 24 ساعة ممتاز وتوصل طبعا اذا كان نحتاج هي في ثلاجات توصل توصل على حال يعني يتم تخزينها طبييا بها صحيح بشكل سليم جميل دكتور علي السيد يعني عشان يمكن في محور نحن ما تطرخ نعلى ولا شيء فما نخلي لك كلمة اخيرة تبقى توجهها الكلمة الاخيرة هيئة الصحة يعني طبعا عندها أنا بس بارجة للأدوية عندها احدث انواع تعتمد احدث انواع الادوية احدث انواع الخدمات الطبية الصدرانية هذا الشيء الوحد فيه احنا عدنا اصلا نظام شراع الادوية بشراع خاص بشكل خاص للمرضى اللي هم محتاجينه اذا كان الدوما لم يتواجه في الدولة نجيب لهم ونخدم المرضانة الحمد لله اذا احنا عدنا ادوية احنا من نوع معين من ادوية مثلا AC inhibitors في 26 نوع في العالم ما ممكن اي بـ 26 نحن نجيب ثلاثة او اربع منتجات افضل انواعهم مو معنات انها از الصحة ما تمتلك دوما معين ما فيها ادوية جميع ونحن ويعني لو نحسبها نشوفها انها فعلا تستحق اقل من التكلفة اقل من التكلفة بعد شكرا لك دكتور علي السيد مدير الدارة الصيد الفيادة الصحة في دبي نحن سامحين الدكتور اليوم باتر ان شاء الله باتر بشكورة دكتور ندل الملة دائما تضيف الكثير على هذا البرنامج ايضا شكرا لك حمد المعيوف شكرا ايمن سرح ايل احلى مخرج اياتي محددكم حمود يوسف العلي وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد مواضيع اخرى نتمنى لكم التوفيق الدائم ونقول لكم استمتعوا بهذا الجو الجميل بهذا الامطار ان شاء الله تكون امطار خير ودمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي